الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترةٍ من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيلٍ لإبليس قد أحيوه وكم من ضالٍ تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم والصلاة والسلام على إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الإخوة في الله يطيب لنا في هذه الليلة ليلة التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام خمسةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية أن نلتقي بسماحة الشيخ الوالد صالح بن فوزان الفوزان وعضو هيئة كبار علماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الذي لبَّت دعوة مشكوراً رغم كثرة مشاغله وارتباطاته وسوف يلقي علينا الشيخ وفقه الله كلمةً توجيهية ريث ما تأتي أسئلتكم واستفساراتكم أسأل الله تعالى بأسمائه الحُسنى وصفاته العُلَى أن يجزي الشيخ عنا خير الجزاء وأن يُبارِك في عُمره وأن ينفع به الإسلام والمسلمين والآن أترك المجال لفضيلته فليتفضل ثابه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه فرصة طيبة في وقتٍ مبارك ومكانٍ مبارك إن شاء الله هذا اللقاء الذي تيسر لمناسبة قدوم شهر رمضان الذي هو أفضل الشهور قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من شهد منكم الشهر فليصم هذا الشهر العظيم وهو الشهر التاسع من شهور السنة جعله الله موسماً للمسلمين تزودون فيه من الأعمال الصالحة والأجور ويتوبون إلى الله من السيئات والأوزار فيجود الله عليهم بمضاعفة الحسنات وتكفير السيئات وقد ذكر الله من مزايا هذا الشهر أنه أنزل فيه القرآن فهذا شرف عظيم لهذا الشهر أن الله خصه بإنزال القرآن ومعنى إنزال القرآن فيه أنه ابتدئ فيه إنزال القرآن ثم توالى بعد ذلك وليس معناه على الراجح بل على الصحيح ليس معناه أن القرآن أنزل جملة واحدة في هذا الشهر وإنما معناه أن الله ابتدأ إنزاله على هذا الرسول لأن القرآن نزل مفرقا في خلال ثلاث وعشرين سنة وهي عمر الرسالة المحمدية التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وكان القرآن ينزل عليه مفرقا ولهذا رد الله على المشركين اقتراحهم وقالوا لو لا نزل هذا القرآن جملة واحدة قال الله جل وعلا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال الله تعالى ردًا عليهم كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل أي أنزلناه منجمًا والترتيل معناه التتابع ردتلناه أي أنزلناه متتابعًا في أوقات متفرقة من أجل التخفيف على الأمة في التكاليف الشرعية فإن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الدين شيئًا فشيئًا حتى تكامل حتى تكامل عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم هذا عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والإسلام لم يفرض جملةً واحدة بأحكامه ولا بأركانه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك فأول ما بدأ به من أركان الإسلام الشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله علمًا وعملًا وتحقيقًا وفي آخر هذه الفترة المكية فرض الله الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام ليلة المعراج ليلة المعراج قبل الهجرة في زمن يسير ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه الزكاة وهي الركن الثالث والصيام هو الركن الرابع ثم في نهاية الفترة المدنية وهي عشر سنوات نهايتها فرض الله الحج وهو الركن الأخير الخامس من أركان الإسلام فجاء التشريع الإسلامي متدرجًا شيئًا فشيئًا تخفيفًا على الأمة من أن يفرض عليها جميع الأحكام دفعةً واحدة هذه حكمة الله جل وعلا ورحمته بعباده فالمراد من هذا أن القرآن لم ينزل جملةً واحدة في شهر رمضان وإنما ابتدئ إنزالوا وفي أي من الشهر هذا في ليلة القدر قال تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ليلة القدر كما في الآية الأخرى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ قَدْرٍ فالليلة المباركة التي ذكرها الله في أول سورة الدخان هي ليلة القدر التي ذكرها الله في سورة القدر أي ليلة واحدة وهي في شهر رمضان قطعًا فهذا معنى قوله أنزل فيه القرآن وهذه ميزة لهذا الشهر ولهذا يسمى شهر القرآن لأنه يُستحب الإكثار من تلاوة القرآن فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ودارس القرآن مع جبريل في شهر رمضان كان الصحابة رضي الله عنهم السلف الصالح يكثرون من تلاوة القرآن في شهر رمضان أكثر من غيره بل كانوا يتفرغون من تدريس العلم في الحلقات ويقبلون على تلاوة القرآن في المساجد هكذا كان هجم السلف في رمضان فهذا الشهر وشهر التلاوة شهر القرآن والميزة الثانية التي ذكرها الله في هذه الآية أن الله فرض صيامه ومن شهد منكم الشهر فليصم ومعنى شهد يعني كان حاضرا وليس مسافرا فالحاضر يجب عليه الصيام أما المسافر قد رخص الله له في الإفطار والقضاء قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالله جعل صيام هذا الشهر ركنا من أركان الإسلام الخمسة وهذا مما يدل على فضله وشرفه من بين الشهور ومن شرفه هذا الشهر أيضا أن الله جل وعلا شرع لعباده قيام رمضان قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فهو شهر القيام في الليل وشهر الصيام في النهار شهر التلاوة وذكر الله عز وجل في آناء الليل والنهار فهو شهر مبارك بجميع أوقاته ولحظاته ولياليه وأيامه وقد قال صلى الله عليه وسلم بفضل هذا الشهر صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فمن فضائر هذا الشهر أن الله يكفر به الذنوب التي دون الكبائر لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر والصغائر لها مكفرات منها هذا الشهر ومنها الصلوات الخمس الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وفي هذا الحديث الصلوات الخمس كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أما الكبائر إنها لا تكفر إلا بالتوبة أو بعفو الله عن صاحبه إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا قال ما اجتنبت الكبائر يغلط بعض الناس فيظن أن شهر رمضان أنه يكفر الذنوب جميعا وهذا غلط وإنما يكفر الصغائر فقط أما الكبائر ألا تكفر إلا بالتوبة أو بعفو الله عنها عن صاحبها فبالجملة أن هذا شهر عظيم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس قد أضل لكم شهر عظيم مبارك فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه ووصفه بأنه شهر عظيم وأنه شهر مبارك وهذه مزايا عظيمة لهذا الشهر لمن وفقه الله وعرف قدره واستغل وقته أما من حرمه الله فإن هذا الشهر يأتي عليه كغيره من الشهور وهو في غفلته وهو في تفريطه وسيئاته فلا يستفيد من هذا الشهر لأنه حرم نفسه من فضائل ولم يتنبه له ولم يعبأ به فلم يستفد من هذا الشهر ولهذا جاء في الحديث ومن أدركه ومن أدركه شهر رمضان فلم يغفر له ومات فأبعده الله مات ودخل النار فالذي أدركه هذا الشهر ولم يغفر له بسبب ماذا لم يغفر له لأنه هو الذي لم يسعى في سبب المغفرة المغفرة لها أسباب فهو لم يعمل الأسباب ولم يستفد من هذا الشهر ومن أيامه ولياليه كثير من الناس ينشطون في هذا الشهر على الشهوات والملذات والمآكل والمشارك والسهر والنوم في النهار السهر في الليل على القنوات والفضائيات والمسرحيات والتمثيليات والجوائز المالية ثم ينامون في النهار عن الفرائض ولا يصلون الفرائض في أوقاتها فهم ضيّعوا هذا الشهر بل ضيّعوا الفرائض التي هي الصلوات الخمسة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام فماذا جنوا من هذا الشهر إلا مضاعفة الآثام ولا حول ولا قوة إلا بالله والحرمان فالإنسان هو الذي يهلك نفسه قد أفلح من زكّاه وقد خاب من دسّاه الإنسان هو الذي يزكي نفسه بالطاعة والتقوى أو يدسيها ويدنسها ويدسها في التراب بدل أن يرفعها بطاعة الله يخفضها ويذلها ويهينها في المعاصي والسيئات فأما من أعطى واتقى وصدّق بالحسنة فسنُ يسيره لليسر تسير لليسر له أسباب أعطى أعطى المال في طاعة الله وأنفق واتقى تأتقى الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه لأن ذلك يقيه من عذاب الله اتقى عذاب الله اتقى غضب الله بطاعته وترك معصيته أعطى واتقى وصدّق بالحسنة وهي الجنة آمن بالآخرة والبعث والنشور وآمن بالجنة والنار هذا يسيره الله لليسر وأما من بخل هذا في مقابل أعطى واستغنى أي استغنى عن الله سبحانه وتعالى هذا في مقابل التقى استغنى عن الله ولم يتقى وكذّب بالحسنة كذّب بالآخرة والبعث والنشور أو أنه يؤمن بالبعث والنشور لكنه لا يعمل له نسوا الله فنسيه فهذا ما يستفيد من شهر رمضان وإن كان آدمياً عاقلاً يعيش مع المسلمين ويسكن مع المسلمين واسمه محمد أو عبد الله أو فلان ما يستفيد من شهر رمضان لأنه هو الذي ضيّع الفرصة وترك العمل واتبع الشهوات كما قال تعالى أخلب من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّى إلا من تاب فالواجب علينا جميعاً أن نتنبَّه لأنفسنا قبل فوات الأوان وأن نستدرك هذا الشهر وغيره من أيامنا في طاعة الله عز وجل فليس لك من هذه الدنيا إلا أيامك التي تعيشها منها وهي قليلة ثم هذه الأيام التي تعيشها ليست لك إذا ضيّعتها ليست لك أيضاً لأنها هي مدّة المهلة التي أعطاك لله فإذا أهملت المهلة ضاعت عليك الحياة كلها إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصلوا بالحق تواصلوا بالصدر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير من فأنت وعملك في رمضان وفي غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه والله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأنت انظر لنفسك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسر فأنت مع نفسك وهذه مهلتك في هذه الدنيا بماذا بماذا تصرفها وبماذا تعمل فيها فأنت الذي ترفع نفسك أو تخفضها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاغتنام أوقاته وساعاته بالطاعة والتوبة والاستغفار وأن يكون هذا الشهر شاهداً لنا لا شاهداً علينا عند الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وأن نقدر لهذا الشهر قدرة ونعرف له قيمته ولا نكون من الذين ضيّعوه فضاعوا ومضت عليهم الأعمار من غير استفادة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا قال الله جل وعلا كلا ليس هناك رجوع فأنت ونفسك وهذه حياتك فانظر في عملك والحمد لله أن باب التوبة مفتوح أمن كان مضيّعاً ومفرّطاً فأمامه فرصة التوبة فإذا تاب تاب الله عليه ولم يغلق الله عليه الباب بل فتح له باب التوبة فعلى المفرّط والمضيّع أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة وأن يصلح العمل وأن يتدارك أيامه ولياليه وبقية عمره ليختم له بالخاتمة الحسنى ويكون من أهل الجنة صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمع قوله فيتبع سنة وردت كثير من الأسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ يقوم بعض أئمة المساجد في رمضان بقراءة القرآن في الصلوات الجهرية مربوطةً بقراءته في صلاة التراويح فهل هذا العمل مشروع؟ هذا العمل محدث هذا عمل محدث ولا يكفي هذا عن فضيلة قراءة القرآن في قيام الليل المشروع في هذا الشهر أن يقرأ القرآن من أوله وآخره في قيام الليل صلاة التراويح صلاة التهجد وأن يختمه على الأقل ختمةً واحدة وإن ختمه أكثر أو أحسن وقد أدركنا من أدركنا من مشاعيخنا وأئمتنا أنهم يختمون القرآن في قيام الليل في شهر رمضان ثلاث مرات والله أدركناهم يختمون القرآن في قيام رمضان ثلاث مرات ويشرعون في الرابعة ولكنهم كانوا يتعبون يصبرون على قيام الليل ويحفظون وقتهم وهم مغتبطون ومسرورون ولا يتعبون من ناحية النفسية وإن تعبوا من ناحية البدل إلا أنهم من الناحية النفسية مرتاحون وفي سرور وفي نعمة وغبطة وأما نحن فأصبحنا إذا جاء رمضان كأن أمامنا سجن نريد المخارج ومن ذلك هذا المخرج الذي يسلكه بعضهم وهو أنه يحتسب يحتسب قراءته في الصلوات الفرايب يحتسبها من صلاته في قيام الليل وهذا غلط وبعضهم يحتسب قراءته وهو جالس في المسجد يحتسبها من قراءة قيام الليل وهذا كسل وخمول ما الفرق بين اللي يختم القرآن ثلاث مرات في هذا الشهر في صلاة الليل والذي ما يختمه ولا مرة واحدة أو يرقعه من هنا وهناك ويحتسب أشياء ليست داخلة في قيام الليل هذا من الإحداثات ومن الحيل التي لا تجوز نعم أحسن الله ليكم وهذا السهل يقول إذا احتاج المريض إلى التبرع بالدم فهل يجوز لغيره أن يتبرع له في نهار رمضان إذا بلغت الحالة الضرورة ويخشى عليه من الهلاك فيتبرع له لأن هذا من إنقاذ الإنسان من الخطر ومن الهلاك أما إذا كانت حالته مستقرة وإنما إراد الدم لتقويته فهذا لا لا يفسد صيامه يعني ما فيه ضرورة لأن سحب الدم سحب الدم يفسد الصيام فلا يجوز إلا عند الضرورة نعم حسن الله إليكم وهذا السهل يقول توجد ظاهرة بين أوساط بعض الشباب الأخيار وهي أنهم يتقصدون بعض أئمة المساجد للصلاة خلفهم ونتيجة لهذا التجمع أصبح بعض هؤلاء الأئمة يطيلون القراه إطالة واضحة في صلاة الفريضة ويبالغون في وضع أجهزة المحسنات الصوتية فهل من نصيحة هؤلاء هذا في الحقيقة فيه محذوران محذور الأول أن هذا من التذوق تذوق الأصوات نحب رغبة في الصلاة وإنما هو تذوق للأصوات صوت فلان أحسن من صوت فلان وما جاء رغبة في الصلاة وإنما جاء ليسمع الصوت فقط الناحية الثانية أن هذا يحمل بعض الأئمة على المباهات فإذا رأى الناس يجتمعون عليه فإن هذا يزيده إعجابا يزيده إعجابا في قراءته ربما يتكلف في القراءة ويتكلف في تذخيم الصوت وهذا يخرج العبادة عن كونها ذلا وخضوعا واستكانة لله إلى كونها مباهاتا ورياءا ولا حول ولا قوة إلا بالله المسلمون يصلون في المساجد ويحيون المساجد وكل إنسان يصل في المسجد القريب منه لأجل يعمر المسجد وأيضا هذا فيه إساءة إلى أئمة المساجد الذين يتركونهم يتركهم جيرانهم أئمة المساجد الذين يتركهم جيرانهم ويذهبون إلى المساجد الأخرى فهذا يحدث في نفسية الإمام يحدث فيها نوعا من الهضم وربما يكون في نفسه أنهم يلاحظون عليه شيء أو أنهم يرون عليه شيء مخل بالصلاة ويتركه الناس من أجل ذلك فإذا رأوا هذا يذهب وهذا يذهب وترك هذا الإمام وهذا المسجد قال الناس ما ستفعل هذا إلا لأن الإمام فيه شيء أو عليه ملاحظة لا ينبغي المسلمين أن يتقصدوا في هذا الأمر وأن يتركوا عنهم المباهات وأن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل نعم أحسن الله عليكم هذا السلام يقول من نام ليلة الشك ونوى إن كان من رمضان فهو صائم هل تصح نيته وصومه أم لابد من القضاء لا ما يصلح هذا نص الفقهاء على أنه إذا قال قال أنا باصوم الليلة فإن كان من رمضان فهو من رمضان وإلا فهو تطوع نص الفقهاء على أن هذا لا يجزي عن الفرض لا يجزي عن الفرض وإن قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه كذا قال لأن النية يشترط فيها الجزم ما يكون فيها تردد نعم أحسن الله عليكم وهذا السلام يقول رجل مسافر في شهر رمضان وأفطر ثم وصل إلى بلده مع صلاة الظهر فهل عليه أن يمسك بقية يومه لا شك أنه يمسك يمسك بقية اليوم كل من كان مباحا له الإفطار في أول النهار ثم زال عذره فإنه إذا زال عذره يمسك بقية اليوم من ذلك المسافر إذا قدم والصغير إذا بلغ والكافر إذا أسلم والحائض إذا طهرت والنفس إذا طهرت في أثناء اليوم كلهم يلزمهم الإمساك بقية اليوم احتراما للوقت نعم أحسن الله لكم هذا السلام يقول ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان فما معنى هذه مدارسة معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل يعرض القرآن على جبريل لكل شهر من شهور رمضان وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم كان يعرضه على جبريل مرة واحدة في شهر رمضان إلا في السنة الأخيرة فقد عرضه عليه مرتين عرضه على جبريل مرتين نعم حسن الله لكم هذا السلام يقول هل الأفضل في شهر رمضان قراءة القرآن أم القراءة والحفظ وتعهد ما تم حفظه من القرآن قبل شهر رمضان أثابكم الله كونه يمر على القرآن كله ويقرأ القرآن كله أفضل من أنه يحفظ بعض آيات يرددها ولا يكثر من التلاوة الحفظ يجعل له وقتاً آخر ويجعل رمضان لدراسة القرآن من أوله إلى آخره هذا أفضل نعم حسن الله لكم هذا السؤال ومشبههم الذي قبله يقول السائل هل الأفضل قراءة القرآن في المسجد أم في البيت كله ولله الحمد كله خير ولكن قراءته في المسجد أفضل اقتدام بالسلف لأن السلف كانوا يحضرون في المساجد ويحضرون المصاحف ويقرأون القرآن في المساجد ويقولون نحفظ صومنا ولا نغتاب أحداً لأن الذي يجلس في المسجد يكون عليه سكينة وعليه طمأنينة ويبتعد عن أشغال الدنيا ولا يغتاب أحداً لأنه إذا جلس في بيته ربما يتيه هذا وهذا ويشتغلون بعراض الناس فلان كذا فلان قصير طويل فلان بخيل إلى آخره إذا جلس في المسجد ما يجيها حد للغيبة لأنه يعلم إنه ما جاء للمسجد إلا ليتفررغ للعباد نعم أحسن الله لكم وهذا سال يقول يقوم بعض الجيران في أثناء رمضان بالإفطار الجماعي في المسجد بقصد التواصل وتقوية الرابطة بينهم فما رأي فضيلتكم هذا الشيء لم يعمله السلف أنهم كانوا يتقصدون الاجتماع على الإفطار في رمضان ولا في غيره أما إذا كان الغرض من هذا هو من أجل أن يفطر عندهم الفقراء والمحتاجون فهم يعرضون الإفطار في المسجد لأجل المحتاجين والفقراء فلا بس أما إذا كانوا يجتمعونهم وحدهم ويقولون هذا فيه فضيلة هذا ليس من عمل السلف نعم إلا إذا كانوا معتكفين في المسجد إذا كانوا معتكفين في المسجد لا بس أنهم يجتمعون على الإفطار أو على العشاء لا بس أما إنهم يجون للمسجد علشان الإفطار فقط وليس هذا لغرض إطعام المساكين هذا الشيء غير مشروع نعم أحسن الله لكم هذا السلام يقول قال أحد طربة العين إنه خرج لترائي طواع الفجر فوجد أن التقويم يسبق طروع الفجر بنحو ربع ساعة فما توجيهكم ثابكم الله هذا غير صحيح وهذا تشكيك تشكيك في العبادات وهذا ما هم من شؤون هؤلاء هذا من شؤون أهل العلم ومن شؤون ولاة الأمور والتقويم والتقويم ولله الحمد تقويم من ضبط وعليه لجان متخصصة تراقبه وتدقق فيه وما أدركنا عليه خطأ إلا إن كان يوليدون بطلوع الفجر الإسفار يعني يسفر الجو نهائيا وتشوف البعيد هذا ما هو بطلوع الفجر هذا يسمى الإسفار أما قلوع الفجر الفجر الثاني المعترض البياض المعترض في الأفق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس يعني في ظلمة بحيث أن الرجل ما يعرف جليسه وكان يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام فإذا سلم عرف الرجل جليسه فهو يدخل فيها بغلس يعني بظلمة تبكير وينصرف فيها بعد الإسفار حتى إن الرجل يعرف جليسه ونحن نشاهد يؤذن الفجر على التقويم ثم ينتظر الإمام ثلث ساعة أو أكثرهم نصف ساعة تقام الصلاة ونخرج من المساجد وإذا الإسفار واضح جدا ولو كان التقويم سابقا لما حصل هذا التطبيق يدل على أن التقويم دقيق ولا يجوز لهؤلاء المتطفلة أن يتكلموا في أمور الدين وأمور العبادات يشوشون على الناس في هذا الأمر نعم أحسن الله هذا السلام يقول ما حكم من صام شيئا من رمضان قبل التكليف ثم كلف وبلغ مرحلة التكليف في بعض رمضان نعم إذا بلغ الصغير في أثناء رمضان يصوم يصوم بقية الشهر الذي بعد التكليف بعد البلوغ يكون فرض له وأما ما قبل البلوغ من أول الشهر فليس فرضا عليه لا يلزمه قضاءه لأنه غير مكلف نعم أحسن الله عليكم هذا السلام يقول هل النية للصيام تشمل كل ليلة من ليالي رمضان أم تكفي نية واحدة لأول ليلة وهل هذا يشمل قضاء نعم لابد من النية لكل ليلة لأن كل يوم عبادة مستقلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوأ وقال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية أو يجمع النية من الليل وهذا في جميع في جميع الأيام سواء كان فريضة أو نافلة فينوي لكل يوم نية مستقلة وإذا قام في آخر الليل وحضر السحور وأكل هذا دليل على النية هذا دليل على النية قيامه وتسحره هذا الدليل على النية ولا يجوز أنه يقول نويت يتلفظ بالنية نويت أن أصوم النية معناها أن الإنسان يقوم ويأكل ويشرب لأجلي أن يصور هذه هي النية نعم أحسن الله لكم يقول السائل كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وحديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم احتجم وهو صائم يقولون غلط مهم ضبطه الصحيح احتجم وهو محرم هذه الرواية الصحيحة أما رواية احتجم وهو صائم فهي وهم وإن كانت في البخار فهي وهم ولذلك الإمام مسلم أعرض عنها ولم يروه هكذا هذا ما نص عليه الإمام أحمد أن رواية افطر احتجم وهو صائم وهم والصواب احتجم وهو محرم نعم أحسن الله لكم هذا السائل يقول هل الأفضل كثرة قراءة القرآن أم قلة القراءة مع التدبري في شهر رمضان يقول السائل هل الأفضل كثرة قراءة القرآن أم قلة القراءة مع التدبري في هذا الشهر الحمد لله لا يتنافى التدبري مع كثرة التلاو ما يتنافى بل كل ما كرر التلاو زاد التدبري عنده حضور القلب فلا تنافية بينهما حتى يقال أيهما أفضل نعم فيقرأ بتدبري ويكثر نعم أحسن لكم وهذا السائل يقول هل الأفضل للمأموم أن يشفع الوتر مع الإمام ليوتر آخر الليل نعم هل الأفضل للمأموم أن يشفع الوتر مع الإمام ليوتر آخر الليل أم يوتر معه يجوز أنه يشفع الوتر ويوتر آخر الليل إذا قام آخر الليل والأحسن أنه ما يشفع أنه يوتر مع الإمام ويكفي ويقوم آخر الليل ويصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر وصلاة المغرب هي وطر النهار ومع هذا يصلى بعد الراتبة نعم أحسن الله لكم هذا الشال يقول هل لصلاة التراويح والقيام حد معين وما نصيحتكم لا إما في كيفية أدائها نعم ليس لها حد معين كما قرر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لم يثبت في تحديد صلاة التراويح عدد معين بل الرسول صلى الله عليه وسلم حث على قيام رمضان ولم يحدد قال من قام رمضان إيماناً واحتساباً ولم يقل عدد كذا وكذا وقال من قام مع الإمام حتى ينصره ولم يحدد ورغب في قيام الليل ولم يحدد وترك هذا الأمر للمسلم فهو الذي يحدد لنفسه إن أكثر فهو أعظم أجراً وإن قلل فهو أقل أجراً ويقوم ما تيسر له من الليل ولكن الإمام بالذات ينبغي إنه ما يحرم المأمومين من صلاة القيام في رمضان بل عليه أنه يحرص على أن يستغل هذا الوقت لقيام الليل لنفسه وللمأمومين يجتهد في هذا ويترك عنه الخوض والتشكيك لأن بعض طلبة العلم ما لهم هم برمضان إلا القيل والقال فلان مبتدع أو فلان خالف السنة أو فلان كذا لا يا أخي رمضان قيام رمضان ما فيه تحديد فمن زاد لم يخالف السنة ومن قلل العدد لم يخالف السنة الأمر واسع في هذا ولكن الشيخ تقي الدين رحمه الله نظراً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشر أو ثلاث عشر ونظراً لكون الصحابة يصلون 23 في عهد عمر 23 ركعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبمحضر المهاجرين والأنصار قال رحمه الله من أراد أن يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يخفف الصلاة فإنه يزيد في العدد كما فعل الصحابة فالصحابة زادوا في العدد وخففوا في الصفة رفقاً بالناس قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة الكبير والمريض وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء فالإنسان إذا صلى منفرداً يطول ما شاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فقد قام بالبقرة والنسى وآل عمران في ركعتين أزود من خمسة أجزاء في ركعتين وكان ركوعه نحواً من قيامه وسجوده نحواً من قيامه عليه الصلاة والسلام ولا يكمل الركعتين حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر هذه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن يطيق هذا حتى إن حذيفة لما قام معه قال هممت أن أجلس وأدعى حذيفة بن اليمان بطول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يريدون أن يقلل العدد ويخفف الصفة هذا خلاف السنة يقلل العدد ويخفف الصفة هذا خلاف السنة السنة أنه إذا طول الصلاة يقلل العدد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خفف الصفة فإنه يزيد في عدد الركعات كما فعل الصحابة هذا هو العدل هذا هو العدل والوسط والاعتدال هو الخير لكن لا نبدع من يصلي ثلاثة عشرين كما يقول بعض الجهال ما نبدع هذا كل سنة ولله الحمد ألي صلي إحدى عشرة سنة ألي صلي ثلاثة عشرة سنة ألي صلي ثلاثة وعشرين سنة ألي يزيد وينقص كل سنة ألا نقول فلان مبتدع كما يقوله بعض المجازفين وقليل العلم والفقه في هذا الأمر وكما قلت لكم إن بعض المنتسبين إلى طلب العلم همهم في رمضان القيل والقال والتشويش والتبديع حتى إننا رأيناهم في المسجد الحرام مع الأسف ما في المسجد الحرام إذا قام الإمام إلى الخمس البواقي لأنه يصلون ثلاثة عشرين في الحرام إذا قام الإمام إلى الخمس البواقي جلسوا يضحكون ويشربون شاهي ويقولون هذا هو السنة وهذا بدعة الناس يعملون بدعة ويضحكون ويشربون شاهي ويشوشون على الناس رأيناهم يفعلون هذا الفعل هذولا طلبة علم هذا ما يجوز العمل هذا لو أنهم على الأقل خرجوا من المسجد لو خرجوا من المسجد راحوا لبيوتهم أولي أي مكان أما أنهم يجوزون في المسجد يضحكون ويشربون الشاهي والمياه ويمزحون فيما بينهم ويقولون حناء من خالف المبتدعة هذا شيء لا يجوز نعم أحسن الله عليكم وهذا يسأل عن عمرة ليلة السابع والعشرين من رمضان هل لها مزية؟ لم يرد في تخصيص ليلة السابع والعشرين بالعمرة دليل وإنما اجتهاد من الناس لأنها هي التي يتحرى فيها ليلة القدر يتحرى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها أبعض الناس يقول أبجيب العمرة في ليلة القدر يكون هذا أفضل وهذا لا بس أنا أراد يعتمر بول رمضان أو في وسطه أو في آخره كله لا بس أما تخصيصه يقول أنه أنه في ليلة السابع عشرين ولا يعتمر بغير ليلة السابع عشرين ويهرب من مكة ويترك العمرة بسبب الزحام والخوف من الخطر خصوص إذا كان معه نساء ولا أطفال كثير منهم يخلعون الإحرام ويرجعون ثم يسألون بعدين حنا فعلنا كذا وكذا طيبا لحدكم على أنكم تروحون بهالليلة هذه ما هو لماذا لم تروحوا في أول الشهر في وقت السعة أو في أول العشر أو في وسط رمضان فأنتم الذين فعلتم هذا الذي لا أصل له ثم إذا تصرفتم هذا التصرف السيء نعم أحسن الله لكم هذا السلام يقول لقد تناولت دوائي بعد الفجر في رمضان وقضيت ذلك اليوم هل علي كفارة؟ لا الكفارة إنما تجيب بالجماع في نهار رمضان أما الإفطار بغير الجماع فهو يجيب القضاء فقط نعم أحسن الله لكم هذا السلام يقول ما حكم السواك للصائم خاصة بعد الزوال الصحيح إنه لا أرسى به للصائم بعد الزوال وقبل الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك مطلقا ولم يحدد وأما حديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم إنه يذهب خلوفا من الصائم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسكن نقول لا ما يذهب ما يذهب رائحة الصيام لأن رائحة الصيام ليست في الفم وإنما هي تخرج من المعدة عند خلوها من الطعام تخرج منها الروايح التي قد تكون مستكرها من أثر الفراغ فراغ المعدة وهذا لا يذهب السواك نعم أحسن لكم هذا السائل يقول لا يخفى على فضيلتكم تسلط شياطين الإنس في شهر رمضان من مشاهد التمثليات وغيرها يقول السائل وعندهم وعندهم القريب هذا أنا أرى أنه واجب على خطباء الجوامع أنهم يحذرون المسلمين من هذه المسلسلات وهذه التمثيليات في نهار رمضان يعينونها بالذات التمثيلية الفلانية المسرحية الفلانية لأن بعض الناس يقول بعض التمثيليات إنها جادة فيها كذا وفيها كذا فحذرهم من هذه قلوا حتى ولو كانت جادة فرمضان أشرف من التمثيليات ويضيع عليكم الوقت فكيف إذا كانت هابطة والغالب إنها هابطة تمثيليات هابطة فعلى أئمة خطباء المساجد أن يذكروا الناس في هذا الأمر وأن يحذروهم من هذه المسلسلات وهذه البرامج التي يتسلطون فيها في شهر رمضان يعدونها مدة قبل رمضان لأن الشيطان جندهم بهذا الأمر وزاد الأمر شرًا وفضاله هذه الفضائيات الحادثة التي حدثت وهذا الإنترنت الذي حدث فعلى خطباء المساجد واجب عظيم أنهم يحذرون الناس من هذه الأمور أما ما ينبغي للمرأة في شهر رمضان أن تتقي الله في شهر رمضان وفي غيره لكن في شهر رمضان لأنها تخرج إلى المساجد عليها أن تخرج متسترة عليها أن تخرج غير متجملة عليها أن لا تتطيب عند الخروج عليها أن لا تخالق الرجال في الطرقات أو في الأمكن أو على الأبواب عليها أن تتحفظ في نفسها لأنها خرجت للعبادة فلا يكن همها الزينة والتبرج والطيب والمباهات والنظر جاء تفلان بكذا راح تفلان بكذا فعليها أن تتجنب هذه الأمور وتنشغل بالعبادة وبتقوى الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجنا تفيلات يعني غير متجملات غير متطيبات غير متبرجات نعم أحسن لكم هذه جملة من الأسئلة تتعلق بالمرضى يقول السائل ما القول الراجح في قطرات الأنف والعين والأذن وكذلك بخاخ الربو والتبرع بالدم والتحليل والحقن الشرجية وكذلك إبرة الإنسولين لمن به مرض السكر واحدة واحدة أحسن طيب يقول السائل القول الراجح في قطرة الأنف والعين القطرة فيها خلاف الأنف والعين لأنهم يقولون تنفذ إلى الحق تذهب إلى المعيد فاللي يستغني عنها لا يستعملها خروجاً من الخلاف وحفاظاً على صيامه أما الذي يحتاج إليها يحتاج إليها حاجة ضرورية فعليه أن يستعملها لكن إذا أحس بطعم في حلقه يلفظه إذا أحس بوصول الطعم إلى حلقه يدفله يلفظه نعم كذلك يسع عن بخاخ الربو والله بخاخ الربو هو في فتوى من اللجنة الدائمة إن كان القصد البخاخ العادي هذا في فتوى من اللجنة الدائمة لكن أنا أرى أنه لا يجوز استعماله لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة القصفة يستعمله ويقضي هذا اليوم لأن الله أباح للمريضاً يفطر وهو يعتبر مريضاً ويستعمله ويقضي هذا اليوم الذي احتاج فيه إلى البخاخ نعم ذلك يسع عن الحقن الشرجية الحقن الشرجية كان بعض العلماء يفتون بأنها لبس بها ولكن بعد ما سألنا الأطبة جاء التقرير بأن الحقن الشرجية أنها تدخل إلى المعدة وتتشربها الأمعاء تتشربها الأمعاء كما تتشرب الطعام على هذا لا يجوز عملها في الصيام نعم كذلك يسأل عن إبرة الإنسلين التي يأخذها مريضاً السكر الإنسلين التي تحت الجلد لا باس بها لأنها لا تذهب مع الدم ولا تذهب إلى المعدة ولا إلى الجوف وإنما هي تحت الجلد فلا باس بها إن شاء الله نعم ويقول للتنفس الاصطناعي كيف التنفس الاصطناعي؟ ما هو التنفس الاصطناعي؟ الأكسجين الأكسجين يفضل لأن الأكسجين ماء ودوى ومخار نعم أحسن لكم هذا السؤال ورد بعض الإخوة يقول أخرج بعض طلبة العلم مطوية مطبوعة خلص فيها إلى أن الذهاب إلى مكة للعمرة أو الحج في هذه الأيام محرماً لوجود المنكرات وعدم الإنكار بزعمه فما توجيهكم؟ هذا كلام جاهل في الحقيقة ومبالغة وغلو في الحكم الشرعي ألا يجوز هذا الكلام ومكة ماهب كما وصف الحمد لله فيها تحفظ وفيها ضبط وفيها أمن وفيها رجال الهيئة في المسجد الحرام وفيها الجنود وفيها ضبط تام ولله قد يحصل بعض الأمور غير مقصودة والإنسان يتجنبها أما أنه يحذر من العمرة ويقول إنه حرام وأن المسجد الحرام ضايع هذا كلام مجازفة ألا يجوز الكلام هذا وها المطوية يجب تمنع نعم أحسن الله عليكم هذا سيقول أيهما أفضل للصائم أن يشغل وقته بقراءة القرآن أم أنه يجعل له نصيباً وافراً لمراجعة بعض المتون العلمية ثابكم الله المتون العلمية يا أخي لها وقت آخر بعد رمضان عليك أنك تشغل رمضان في مدارسة القرآن لأنه شهر القرآن نعم وهذا ساني يقول نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا بإجاز مبسدات الصيام مبسدات الصيام بإجاز على قسمين داخلها للجوف أو خارجها من الجوف الداخل هي للجوف من الأكل والشرب والإبر المغذية والأدوية التي تبتلع من الحبوب وتذهب إلى الجوف هذه تفطر الصائم ومثل حقن الدم إسعاف المريض بالدم هذا يفطر لأنه يذهب إلى الجوف وإلى العروق وأما الخارج من الجوف مثل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة لأنه يضعفها ولا يجتمع خروج الدم والصيام عليها لأنه يضعفها ومثل إنزال المني هذا أيضاً يفطل الصيام وهو خارج من الجوف والله جل وعلا ويجب التوبة إلى الله وقضاء اليوم والكفارة ويعتق رقبه فمن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكين وكذلك من الخارج الذي يفطر الصائم استخراج الدم الكثير من البدل إما بالحجامة وإما بالسحب الطبي سواء يريد أن يسعب به المريض أو يريد به العلاج لسحب الدم هذا يفطر فطر الصائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً يحتجم وهو صائم قال أفطر الحاجم والمحجوم فالحجامة فطر الصائم لأنه أخرج الدم الذي به قوته والصيام يضعفه فلا يجتمع عليه هذا وهذا أما إذا انجرح وخرج منه دم بغير اختياره فهذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره أو حصل له رعاف حصل له رعاف ونزف منه دم لغير اختياره هذا لا يفطر الصائم ومن الخارج الذي يفطر الصائم التقيؤ وهو استفراغ ما في المعدة من طعام أو شراب هذا إذا تعمده فإنه يبطل صيامه أما إذا ذرعه القيب وغلبه بغير اختياره فهذا لا يؤثر على صيامه هذه المفطرات باختصار نعم أحسن لكم وهذا سائل يقول وقد صدر سؤاله بقوله وهو كذلك قول كثير من السائلين أشهد الله أني يحبك في الله ثم يقول ما رأي فضيلتكم في النخامة وخاصة أنها تعم بها البلوى وبالنسبة لي يصعب علي التحرز منها وهذا الأمر يفتح لباب الوسوسة ثم قول فضيلتكم أبداً هذا أمر سهل ولله الحمد إن تمكنت أن تلفظها ألفظها وإذا لم تتمكن وذهبت إلى جوفك بدون تعمد فلا بأس بذلك ولا يكون عندك وسواس نعم أحسن لكم هذا ساني يقول صلاة المرأة في الحرم المكة أفضل أم في بيتها لا شك أن صلاتها في بيتها أفضل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله محمى ساجد الله وبيوتهن خير لهم ليخرجن تفيلات بيوتهن خير لهم في مسجد الحرام وفي غيره وصلاتها في مكة صلاة في المسجد الحرام ولو كانت في بيتها لأن المسجد الحرام يعم جميع الحرام ما داخل الأميال كله من الحرام وكله يضاعف فيه العمل والفرائض والصلوات فهي على أجر وتحصل على المضاعفة وهي في بيتها وتحصل على الستر أيضا نعم أحسن لكم هذه أسئلة وردت عن زكاة الراتب الشهري كيف تكون؟ والله الرسل الشهري والدخل اللي يتكرر هذا هو معروف القاعدة أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذه القاعدة لكن كونه يبي يزكي كل ما تم حول على مبلغ يصعب عليه لأن ضبط هذه الدواخل الشهرية ضبطها ضبط حول كل مبلغ منها يصعب عليه فالأحسن ما أفتابه علماؤنا أنه يخصص شهرا من السنة كشهر رمضان مثلا ثم يزكي مجتمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى مثله من السنة القادمة يجعل هذا الشهر موسما لإخراج زكاة ما لديه من المال المجتمع سواء تم حوله أو لم يتم لأن هذا أسهل عليه نعم ويبرئ ذمته أيضا نعم أحسن لكم وهذا سؤال أيضا متعلق بالزكاة يقول السائل اشتريت قطعة أرض منذ ثمان سنوات بغرض التجارة فهل عليها زكاة وما مقدارها لا شك أن كل سنة تمر عليها هي الزكاة لأنها سلعة لأنها عرض من عروض التجارة معدل البيع وطريقة الزكاة أنه يسأل عن قيمتها في كل سنة يقومها كل سنة بما تساوي لأن سعرها يرتفع وينخفض يقومها كل سنة بما تساوي في تلك السنة أو في هذا الوقت فيخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة نعم أحسن لكم هذا السلام يقول رجل صام أول الشهر في دولة بعيدة ثم أتى إلى هذه البلاد فلما أهله هلال شهوال فإذا به لم يصم إلا ثمان وعشرين يوما فما حكم ذلك حكم أنه يفطر مع المسلمين يفطر مع المسلمين ويقضي يوم إذا كان صيامه أنقص من الشهر يوم أو يومين يكمل بعد العيد ولا يكون صائما يوم العيد والناس مفطرون لا يجوز هذا عليه أنه يفطر ويقضي يقضي ما يكمل له الشهر نعم أحسن لكم هذا سنة يقول من استمنا في نهار رمضان فهل عليه كفارة مع قضاء سمعتم الجواب هذا حرام يجب عليه التوبة ويجب عليه القضاء وليس عليه كفارة لأن هذا ليس جماعا وإنما هو شهوة فقط نعم وهذا السن يقول لقد نذرت أن أفعل عبادة الصوم إن فعلت تلك المعصية نقد نذرت أن أصوم نعم إن فعلت تلك المعصية وقعت ورعياذ بالله في ذلك الأمر ولم أفي بالنذر فماذا عليه هذا ليس نذراً وإنما هو يمين فعليه كفارة يمين عليه كفر كفارة يمين لأنه لم يقصد بهذا الصيام تقرب إلى الله وإنما قصد به منع نفسه من هذا الشيء ولم يمتنع فهو يمين عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام نعم أحسن الله لكم وهذا سأل يسأل عن الأسهم كيف تكون زكاة والله الأسهم أنا لا أدخل فيها لأني متوقف فيها ولا أدخل فيها بجواب ولا فتوى لأنها أصبحت نوعا من القمار ونوعا من الجهالة والغرى والربى والأمور الفضيعة وليس فيها تقابض وليس فيها قبض شيء ولا إنما كلام كلام في كلام نعم أحسن الله عليكم وبعد أن استعرضنا الأسئلة متعلقة بالصيام والزكاة هذا سان يقول يقول البعض من الناس إن الرد على المخالف مصادرة للرأي الآخر وسبب للتفريق بين المسلمين فكيف الرد على هذه الشبهة الله جل وعلا رد على المخالف في القرآن الكريم ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عليه الأئمة والعلمة فهل معنى هذا مصادرة الرأي هذا معنى بيان الباطل والرد على الباطل وبيان الحق وهذا لا بد منه هذا لا بد منه لا بد من بيان الحق ورد الباطل رضي من رضي وسخط من سخط نعم أحسن الله عليكم وهذا السلام يقول يقوم بعض سائق اللموزينات بتعليق خرق سوداء في مؤخرة السيارة ويغلب على ظني أنها من التمائم الشركية فهل يشرع لي أن أقوم بقطعها دون إذن صاحبها؟ إذا تحققت أن هذه الخرق فيها اعتقاد فلا يجوز لك أن تقطعها إنما يزيلها أهل الحسبة فعليك أن ترفع بهذا الأمر إلى أهل الحسبة أو إلى الإفتة وينظرون فيها ويجرون عليها ما ينزل ما هو كل واحد يزيل الشي بيده إلا إن كان له ولاية مثل رجل الهيئة أو رجل الحسبة أو ولي الآم هم الذين يزيلون باليد وإلا يحصل فوضى إذا قطعت الخرق جاءك وضربك أو جرحك هم أنت ضربت وهم الحصل فتنة لكن لو أزالها رجل الحسبة ما يقدر يمديد عليه فعليك إذا تحققت إن هذا الخرق الاعتقاد سيء فعليك أن تبلغ الذين يملكون إزالتها نعم أحسن الله لكم هذا السلام يقول أخرج بعض الكتاب مؤلفا يقرر فيه عدم وجوب الصلاة في المساجد فكيف الرد عليه هذا ما يحتاج رد عليه هذا هو رد على نفسه إذن نهدم المساجد لأن ما لا فائدة ولا قيمة والمسلمون كانوا غالطين في بناء المساجد والإنفاق عليها هذا كلام باطل وهو يعرف أنه باطل إلا إن كانه جاهل مركب الجاهل يحصل منه أكثر من هذا أما إن كان عنده علم بصيرة هو يعرف أنه مختف نعم أحسن لكم هذا السلام يقول بدأ ينتشر في بعض المساجد التوسع الظاهر في تصوير بعض المحاضرات وحفلات تحفيظ القرآن الكريم بالكاميرات العالية وكاميرات الفيديو فما رأي فضيلتكم؟ أما التصوير فلا يجوز التصوير الذي يحتفظ به هذا لا يجوز أما نقل المحاضرات والخطاب ونقلها الحي المباشر هذا قد يكون أنه أسهل وهذا يفعل في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبو النقل المباشر والبث المباشر والذي لا يحتفظ به يجعل في صناديق ويحفظ هذا لا بأس به إنما هو وقت العبادة هو وقت يبث على الناس يشاهدون وينظرون إليه لا بأس بذلك نعم إن شاء الله عليكم هذا السلام يقول لا يخفى على فضيلتكم ما تتعرض له بلادنا من حملات شرسة على عقيدتها وثوابتها والدعوة التي قامت عليها دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فكيف نواجه هذه الحملات؟ هذا ليس بغريب هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان المنافقون يقولون وماذا كان الكفار يقولون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فالمسلمون دائما مستهدفون من أعدائهم قال الله تعالى لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا آذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور هذا ليس بغريب وهذه المملكة ليست في شك من أمرها ولله الحمد بل هي على قاعدة ثابتة وعلى دين حق ودعوة مباركة ليست في شك من أمرها وليست على خطأ وإنما هي على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يؤثر عليها نباح الكلاب أو كلام الأعداء كله هذا إنما يرجع على أهله وإنما يضرون أنفسهم ولهذا قال جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون وإننا محيط نعم أحسن الله لكم هذا السائل يقول هل من يموت بحادث السيارة نعم هو من مات بحادث مفاجئ كالغرق والحريق والهدم وحواد في السيارات وهو من المسلمين ومن المؤمنين إن له أجر الشهيد إن شاء الله نعم ويقول السائل أيضا هل رجال الأمن الذين قتلتهم الفئة واللال الشهداء إن شاء الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله أو شهيد ومن قتل دون أهله أو شهيد فهؤلاء يدافعون عن حرومات المسلمين ويردون الصائل عن المسلمين فهم شهداء إذا صلحت نياتهم إذا صلحت نياتهم فنرجو لهم الشهادة بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يدافعون عن حرومات المسلمين نعم أحسن لكم هذا سائل يقول نرجو من فضيلتكم بيان شرك المحبة وما هو الفرق بينه وبين عشق الصور الجميلة وما الخلاص من ذلك شرك المحبة هو المحبة مع الله جل وعلا المحبة مع الله لأن المحبة التي معها ذل وخضوع هذه خاصة بالله عز وجل فمن أحب شيئا وذل له وخضع هذا هو الشرك الأكبر كالذين يحبون الأصنام ويخضعون لها ويخافون منها فهذا شرك أكبر أما محبة الشهوة التي ليس معها ذل ولا خضوع هذه محرمة محرمة إذا كانت شهوة محرمة فهي محبة محرمة أما المحبة في محبة الأشياء التي ليس فيها إثم محبة الطعام والشراب محبة الأولاد هذه محبة محبة الوطن هذه محبة طبيعية محبة طبيعية مباحة ليس فيها إثم وليس فيها أجر محبة مباحة فالمحبة تنقسم إلى هذه الأقساس نعم محبة العزق إذا كان ينظر في الصور المحرمة فهي محرمة لأن محبة شهوة شهوة محرمة ونظر المحرم والله جل وعلا يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارها ويحفظوا هروجها غض البصر ليس عن المرأة فقط وإنما حتى عن الصور حتى عن الصور الفاتلة تغض بصرك عنها ولا تناظرها ولا تأمل فيها سواء كانت على الأوراق أو كانت في الفضائيات أو في البث أو على الشاشة كل هذا من النظر المحرم نعم أحسن الله لكم وهذا ساني يسأل عن الأحكام المتعلقة بالمرأة المتوفة عنها زوجها وهل لها شرب الزعفران مع القهوة وتمشيط شعرها أما تمشيط شعرها وإصلاحها فلبس به إلا أن ما تستعمل فيه الطيب ما تستعمل الطيب لا في رأسها ولا في بدنها وهي محدة تتجنب الطيب بأنواعها ومن ذلك شرب ومن ذلك شرب ما فيه طيب أو رائحة رائحة الطيب كالزعفران وغيره مما فيه رائحة الطيب تتجنبها تتجنبها المحدة نعم أحسن الله لكم هذا سالي يقول كنت مسافرا إلى منطقة الشرقية وأقمت بها عدة أيام وأثناء عودتي حضرت صلاة الظهر يقول كنت مسافرا إلى المنطقة الشرقية وأقمت بها عدة أيام وأثناء عودتي حضرت صلاة الظهر فصليتها مع العصر وصليت الظهر مع العصر قبل أن أتحرك من المنطقة فهل هذا صحيح؟ تعيد السؤال يقول كنت مسافرا إلى المنطقة الشرقية وأقمت بها عدة أيام وأثناء عودتي يقول حضرت صلاة الظهر فصليت الظهر والعصر مع بعض قبل أن أتحرك من المنطقة فهل هذا صحيح؟ كانت إقامتك طويلة أزود من أربعة أيام ألا يجوز لك تجمع العصر مع الظهر وأنت لم تخرج من البلد ولم تتحرك السفر مجرد نية فقط وأنت مقيم أزود من أربعة أيام ما تجمع أما إذا كنت سافرت وطلعت من البلد وأردت أن تصلي فإنك سافرت الآن بأشرت السفر يجوز لك الجمع والقصر نعم أحسن عليكم هذا أما إذا كانت إقامتك قليلة أربعة أيام فأقل أو ما نويت إقامة محددة فلا بس أن تجمع لا بس أن تأسر وتجمع لأن أحكام السفر لم تنقطع في حقك نعم وهذا أسوان ورد عن طريق شبكة الإنترنت يقول السائل ما رأيكم في الحوار مع بعض الفرق الضالة أو صحاب الفرق الضالة عبر الإنترنت الحوار الذي يقصد به الذي يقصد به بيان الحق ودحظ الباطل وإقامة الحجة هذا لا بأس به قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الحوار الذي يقصد منه بيان الحق ودحظ الباطل لا بأس به مع الكفار ومع أهل الضالة ومع الفرق الضالة ولكن لا يتولاه إلا أهل العلم ما يتولاه الجهال أو المثقفون أو المفكرون إنما يتولاه أهل العلم وأهل البصيرة الذين يعرفون الحجج والأدلة والبينات لألا ينتصر عليهم الخصم بجهلهم وعدم فقههم فيعتبر هذا نقصا على المسلمين ما يدخل في الحوار إلا أهل العلم وأهل البصيرة وأهل المعرفة ويكون الحوار بقصد بيان الحق ودحظ الباطل كما ذكرنا ما إذا كان القصد من الحوار التراضي بيننا وبينه ونقول كل على مذهبه وكلاً ونتحاور من أجل التراضي فهذا لا يجوز هذا من المداهنة هذا مداهنة ودوا لو تدهنوا فيدهنون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون لا تجوز المداهنة مع أهل الضلال وأهل الكفر نعم أحسن الله هذا سيقول كيف نرد على من زعم بأن دعوة جماعة التبليغ دعوة صحيحة من واقعها نرد عليه من واقعها إذا كانت دعوة التبليغ أو غير دعوة التبليغ على الكتاب والسنة تهتم بالعقيدة والدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك والبدع والمحدثات هذه دعوة صحيحة أما إذا كانت ليس فيها اهتمام بالتوحيد ولا بالعقيدة ولا تنهى عن الشرك وإنما غرضها التجميع فقط فهذه دعوة ضالة التبليغ وغيره فنحن عندنا الميزان للدعوات وهو الكتاب والسنة والدعوة إلى العقيدة والنهي عن الشرك وعن البدع والمحدثات وتنقية الدين مما نُسِب إليه وليس منه فهذه دعوة صحيحة وهي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار عليها فهو على منهج صحيح أما من خالف هذه الدعوة وذهب يدعو إلى أشياء محدثة أو مناهج جديدة ليست من السنة ولا من عمل الرسول ولا من عمل أصحابه فهي دعوة مردودة تسميها بأي شيء نعم أحسن رأيكم هذا سنة يقول كثير من الناس في هذه الأيام يستمع للأشرطة التي تحتوي القصص فهل اتخاذ هذا المنهج منهج القصص بدعة وهل يجوز توزيع هذه الأشرطة؟ الانشغال بالقصص دائمًا ولا يستغل بالقصص؟ هذا لا أما إذا كان القصص قصصًا صحيحًا ثابتًا وفيه عبرة فلا بأس الله جل وعلا قص علينا في القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص قصص علينا قصص الأنبياء والأمم الكافرة وقصص علينا ما يكون في آخر الزمان وما يكون في اليوم الآخر فالقصص إذا كان فيه عبرة وعظة فلا بأس به لكن ما يكون كثيرًا وإنما يكون جزءًا يكون جزءًا من العمل والدعوة إلى الله عز وجل نعم أما إذا كان القصص قصص خيالية أو قصص من أجل الترفيه وشغل الوقت هذه نضيع لا يجوز الاشتغال بها خصوصًا لطلبة العلم والدعاة إلى الله نعم أحسن الله يقول ما حكم زيارة من حفظ القرآن كاملاً والاجتماع عنده والاحتفال بذلك تشجيعه والدعاة له طيب زيارته إلى أجل تشجيعه والدعاة له وصيته بتقوى الله والعمل بالقرآن لا بس بذلك لأنه عمل عملاً يستحق التقدير نعم وهذا سألني يقول أحسن الله لكم يوجد مطعم قد وضع صورة في هذا المطعم مكتوب عليها ضريح خالد بن الوليد فما أفعل حيالها لن نعم صور هذه اللوحة وهذه الصورة صورها بصورة واضحة واكتب معها خطابًا للمفتي وتأتي بها لدار الإفتة وإن شاء الله ينظر فيه نعم أحسن الله لكم وهذا سيقول من وصله مال ربوي من شخص وأمره أن يتصدق به فهل يجوز له ذلك؟ ما يجوز إن الإنسان يأخذ الربى ويقول أتصدق به أما لو تاب الإنسان كان يرابي ثم تاب وعنده أموال من الربى فماذا يصنع بها؟ يتخلص منها لأن يضعها في مشروع عام يستفاد منها كالمال الضائع الذي ليس له أحد يوضع في مشروع عام يستفاد منه أما أنه يأخذ الربى ويقول بصرفه في مشاريع أو كذا يستمر عليه هذا لا يجوز هذا لا يجوز له نعم أحسن الله لكم وهذا السؤال ورد عن طريق الشبكة يقول السائل أعلن الآن البعض من أهل فرق الضالة يقول أعلن الآن البعض من أهل فرق الضالة ترك مذهبهم الباطل وبعضهم الآن يستمعون إليكم يا شيخ فهل من نصيحة لهم؟ نحمد الله ونشكره على رجوعهم عن مذهبهم الباطل نسأل الله لهم الثبات ونشجعهم على ذلك وندعو لهم والبقية عليكم بدعوتهم عليكم بدعوتهم إلى الرجوع إلى الصواب وإنقاذهم من الضلال هذا مكسب عظيم لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر نعم هذه بشارة عظيمة نسأل الله أن يثبتهم على رجوعهم عن الضلال إلى الحق وأن يزيدهم بصيرة وعلماً وأليكم بدعوة البقية أن يسلقوا مسلك هؤلاء نعم أحسن الله لكم هذا سيقول ما هي الكتب المفيدة التي تنصحون باقتنائها وقراءتها ثابكم الله الكتب كثيرة وكثيرة المفيدة والنافعة أعظمها كتاب الله عز وجل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث الصحيحة ثم كتب العقيدة عقيدة السلف كتب التوحيد عقيدة السلف الصالح وما عليه الآئمة والمجددون من أهل العلم ثم كتب الفقه التي فيها معرفة الأحكام الشرعية المبنية على الدليل من الكتاب والسنة ثم دراسة كتب اللغة والنحو التي نزل القرآن بها من أجل أن يستقيم اللسان ويسلم من الخطأ واللحن كل هذه من الكتب المفيدة وهي كثيرة ولله الحمد ميسورة لكن ما هو الشأن في الكتب الشأن في المدرسين الشأن في المدرسين الأكفياء الذين تستفيد منهم وتقرأ عليهم هذه الكتب ويشرحونها لك شرحا صحيحا هذا هو الشأن الشأن في المدرس أول ثم الكتاب نعم أحسن الله لكم هذا السائل يقول والدتي في الحداد يتوفى عنها زوجه هل يجوز لها أن تخرج للعمرة في رمضان لا ما يجوز لها أن تسافر لا للعمرة ولا لغيرها ولا لحج ولا لغيرها حتى تكمل العدة قال صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله قاله للمعتدَّة من الوفاة وهذا السائل يقول يقول أنا دائماً أصوم وأقضي رمضان في الرياض وليلة العيد أذهب إلى أهلي في القصيم فهل يجوز لي دفع زكاة الفطر في مدينة الرياض تدفعها في المكان الذي يدركك الإخطار وأنت فيه إن جاء يوم العيد وأنت في الرياض أخرجها في الرياض إن جاء يوم العيد وأنت في القصيم أخرجها في القصيم في اليوم الذي يدركك نهاية الشهر وظهور الهلال فيه وإذا قدمتها قبل العيد بيوم أو يومين أظهرتها في الرياض أو في القصيم فلا فاس بذلك يجوز قبل العيد بيوم أو يومين نعم